بصبح عليكم مرة تانية هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة التقصى هيكون حر راتب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة راتب على جنوب سينة وجنوب الصعيد بالليل الجو هيكون حر راتب على السواحل الشمالية وماء للحرارة راتب على كافة الأنحاء كمان في النهاردة ارتفاع في نسبة الرطوبة على مدار اليوم ونشاط للرياح في بعض المناطق وهتكون كمان مثيرة للرمال والأتربة على حلايب وشلاتين كمان في فرص لأمطار ضعيفة وقد تكون عادية أحيانا على حلايب وشلاتين وبوسمبل وشبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سينة وشمال الصعيد خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غينم عضو المركز الإعلامي بحيئة الأرصاد الجوية صباح الخير يا دكتور صباح الخير على حضرتك بقفة زلامية وصباح الخير على كل السيدة المشاهدين أهلا بكتا أهلا بحضرتك وطمينين عن حالة التقسو هل إحنا لسه متأثرين بمنخفض الهند الموسمي ولا خلاص ممكن درجات الحرارة تهدى أكتر من الأول شوية لا بالفعل إحنا على مدار الشهر تمانية كله بنتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي في معظم الأيام عشان كده إحنا بنقول إن فيه استمرار لارتفاع نسب الرتوبة بشكل كبير لأن مع امتداد منخفض الهند الموسمي الكتن الهوائية بتمر على البحر المتأسس وذي كتن الهوائية الشديدة الحرارة تحمل بكمية كبيرة من بخار المية فده بيؤدي لي ارتفاع نسب الرتوبة في الجو أحيانا بتتجاوز الـ 90% والـ 75% على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتأسس وبتتجاوز الـ 85% على القاهرة الكبرى وده بيبقى عظمة الرتوبة اللي بتكون دايما فترات الليل والصغرة في الرتوبة بتبقى فترات النهار لكن قيمها بتكون ما بين 40% على القاهرة الكبرى 50% لـ 60% على السواحل الشمالية وده قيم عالية بشكل كبير مع قيم درجات الحرارة تخلينا نحس بمزيد من الاتفاع في درجات الحرارة يعني احنا اليوم متوقعين عظمة على القاهرة الكبرى في الظل خلال فترة النهار تكون 35 درجة مقوية احنا هنحسها لو تكون 38 أو 39 درجة مقوية بسبب نسب الرتوبة في الجو فهي دايما بتعلي احساسنا بارتفاع درجات الحرارة اجواء اليوم هتكون اجواء حرة رافبة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومحفظات الواكه البحري شديدة الحرارة في المناطق الجنوبية شمال وجنوب السعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار وطبعا في زيادة الفترات ستوى واشاعة الشمس ونسب الرتوبة كل ما تقدمت للمناطق الداخلية كانت نسب رتوبة اقل يعني محافظات شمال السعيد اقل من القاهرة وجنوب السل كمان اقل من القاهرة وشمال السعيد عشان كده احنا بنقول نسب الرتوبة في جنوب السعيد التي تتجاوز 30% خلال فترة النهار بتبقى ما بين 15 و20% عشان كده احنا بنقول المحسوسة في المناطق الجنوبية انه احنا اليوم متوقعين 43 واربعين درجة مقوية المحسوسات تبقى 44 درجة مقوية مفيش فرق كبير خلال فترات الليل احنا بنقول ده عضبة الرتوبة احنا بنحس بارتباع درجات الحرارة والاجواء المائلة للحرارة الراسة بقى فترة الليل على معظم انحاء الجمهورية كمان مع زيادة نسب الرتوبة بدأنا الله تتكون الشبورة المائية بشكل كبير خلال الايام الماضية متوقع كمان استمرار تتكون شبورة مائية على اغلب الصرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية شبورة المائية دي بتأدي من الصفات في الرؤية الاسقية واضح فترة الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر لكن هي سرعان ما تتلاشى مع الصطوع اشياء الشمس طب هل ارتفاع درجات الحرارة في الايام دي ده الطبيعي يعني معدل ارتفاع درجات الحرارة والجو الحراري اللي احنا شايفينه والرطوبة العالية دي ده طبيعي في الاجواء دي او في شهر اغسطس عموما من كل سنة اه هو طبيعي جدا لان احنا دايما كلنا عارفين ان السبعة وثمانية هم مزورة وتصفصيب احنا دايما بنجيب سمانية بقام ده مزورة وتصفصيب وده الاجواء الصويسية المعتابة ارتفاع نسب رطوبة بشكل شبير ده معتاب جدا حتى كمان درجات الحرارة يعني خلال اليوم تحديد ليحاولى المعدلات في معظم أنحاء الجمهورية متوقع خلال هذا العام إنه أغسطس يكون أعلى من المعدل الصبيعي كمان ده حوالي درجة الضراطين فإحنا 35 ده المعدل الصبيعي لدرجات الحرارة فوقت المائة بس لهذا الوقت من العامه كمان نسب رطوبة إحنا متوقعين كمان إن مع غدا السبت والحد يكون فيه ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة لكن هو ارتفاع مؤقت وتفيف يعني بمعدل درجة الضراطين متوقعين إن العظم على القاهرة الكبرى توصل 37-38 درجة مائوية ومرة أخرى مع منتصف الإجابة تعود درجات الحرارة للمعدلات خلينا ننول كمان على فرص الأمطار اللي بدأت تبقى موجودة معنا خلال شهر الثمانية فرص الأمطار اللي بتبقى موجودة في الجنوب متوقع يكون في فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من أقصى جنوب البلاد زي حلايب وشلسين أبو سندل بحيرة ناصر وهي أمطار خفيفة ورعبية أحيانا نسب الفجوز لا تنزاوز 30-40% وده نتيجة ارتفاع نزام المداني من المناطق الموجودة في السودان وأسيوب لشمال السودان فبدأ اتأثر علينا التحصب الموجودة دي في شمال السودان بدأ اتأثر على جمهورية المناطق العربية بالإضافة كمان الأتربة والرمال المصار اللي دايما مع التحصب الرعبية رياح حابطة تتزود سرعات رياحة بتأدي لإصارة الرمال والأتربة في أقصى جنوب البلاد زي أيضا حلايب شلسين أبو سندل بحيرس ناصر لكن المناطق الشمالية مش هيكون عليها أي أمطار أو أي أتربة فقط نصب هي تقعب على نسب رتوبة أل أو أحساسنا بنسب رتوبة أل فبنتقعب على توصية الأجواء في بعض الشيء فترات المساء وتاعات الليل هي النصيحة المهمة فقط الصيف إن احنا لازم دايما نتجنب التعروض المجاشة لأشعة الشمس قطرة الظاهرة من اتناشر الظهر الحب الساعة أربعة العصر الوقت دا اللي ببقى فيه زروة ارتفاع درجات الخرارة بنسجل فيه أعلى درجة حرارة على مدار اليوم طب قدر الإمكان نتجنب أشعة الشمس ولو إحنا موجودين في الشارع يكون معانا غطاء للرأس الشمسية أو كاب أي شيئي حمنا من أشعة الشمس المباشرة وعدم ملقوف تحت أشعة الشمس لفصرات صويلة ونتناول صبعا قبل الجيد من المرصبات والسوائل وأهمهم الماء طب دكتور مصر عمرنا بأماكن سياحية وسحلية وأماكن طرفهية كتير أوية مختلفة أحب أن أنت ترشحيننا أماكن يعني نروحها ونبقى مستمتعين بالأجواء فيها وأماكن بلاش نروحها في شهر أغسطس طب خلينا نقول أن الحمد لله يعنيها بجمهورية مصر العربية الأجواء تبقى مستمتعين هذا في شكل كبير في معظم المحافظات فنقدر نستمتع بالأجواء في معظم المحافظات لكن المحافظات اللي بتكون أقل درجات حرارة في الجمهورية كلها ومثل ما تبقى الأجواء متعاتها ممتعة جدا في الوقت ده هي المحافظات السحلية المطلة على البحر المتوسط لأننا نحن بدأتكلم في متوسط درجات حرارة ما بين 32-33 عظمة فترة المهار في الظل مع وجود نسب رطوبة ممكن نحسها 36 درجة مقوية فتواصدها هي أقل درجات حرارة الأجواء فيها بتبقى أجواء ممتعة جدا فترة المهار وفترة الليل خاصة كمان مع اقتربها من البحر المتوسط طب بيبقى شيء حاجة سمها ناسين البحر بيلطق الأجواء فترات المهار بشكل كبير فنقدر نستمتع بالأجواء حالة الملاحة البحرية على البحر المتوسط مؤهلة لكافة أعمال السيد والملاحة البحرية وأعمال التنزل فنقدر نستمتع بالأجواء من مطلوح والعالمين والأسكندرية جميات برسعيد رفح العريش المناطق ده كلها نقدر نستمتع فيها بالأجواء حتى كمان الشواطئ المطلة على البحر الأحمر أيضا نقدر نستمتع بالأجواء لكن هي بتبقى فيها ارتفاع في درجات الحرارة نحن عندنا شرم الشيف والغردقة بيسجلوا درجات حرارة 39 و40 درجة مقاوية في الظل فترة النهار فتبقى درجات الحرارة مرتفعة بشكل كبير لكن أيضا الناس اللي بتحب الهدوء في الأمواج وخاصة أمواج البحر الأحمر بتبقى أقل من أمواج البحر المتوسط يقدروا أيضا يستمتع بالأجواء لكن يخلوا بالهم من التعارض المباشر لأشعة الشمس فترة الظاهرة بشكل كبير لأن درجات الحرارة ببقى مرتفعة في المناطق دي بشكرك في نهاية شكرا جزيلا الدكتورة منار غيني معضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ودلوقتي مشاهدين تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة ونبدأها بالقاهرة للعظمة فيها 35 والصورة 25 العاصمة الإدارية 36-25، اسكندرية 33-24، العالمين الجديدة 33-24، ومطروح 31-23 وضمياط 32-25، فورسعي 33-25، الإسماعيلية 36-23 بورسعيد عفواً السويس العظمة فيها 35 والصورة 25، والعريش 32-24، كاترين 32-17، والطابة 36-24، حلايب 35-30، شلاتين 39-28، شرم الشيخ 39-30، والغردقة 39-30 نروح للفيوم، العظمة فيها 37 والصورة 25، بني سويف 37-25، الوادي الجديد 42-25، وأصيود 38-26، سوهاج 41-27، قنع 42-28، لقصر 42-29، وأخيراً عصوان العظمة فيها 43 والصورة 31 دي كانت درجات الحرارة المتوقعة دلوقتي، وكمان دي تعليمات هيئة الأرصاد الجوية، ومرة تانية نروح لمننا نكمل معها باقي فقراتنا شكراً لك يا لامي